مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجري النهاردة هطول معاكم شوية في الانترو لان في حاجات احنا اتكلمنا قبل كده في حاجات كتيرة قوية عن الكرة المصرية بعض الناس كان بتقول لي انت برنامج بتحكي ذكريات ليه بتدخل المشاكل بتاعت الكرة في البرنامج عندك واحنا شايفين هما بيقولولي كده يعني بيقولولي احنا شايفين ان المشاكل دي بيش هتتحلم والكلام اللي انت قلته قبل كده كلامه كله مزبوط اش بقولي الكلام ده ممدح في نفسه على عوز بالله من انا لكن قلت لهم انا باندزبالي طول ما في العمر بقية انا هفضل اتكلم واقول لحد ما انصلح حالنا انا اللي بعمل اللي علي مش حكاية ان انا بطلع على الشاشة وبطلع اتمنظر وتكلم والناس كلها حبايبي يعني كل اعضاء مجلد دارة اتحاد الكرة والمسونية عند الرياضة المصرية كلهم كلهم الحمد لله علاقات بيهم كويسة او معنى صح ما بحبش اخصر حد انما احنا شفنا المنظر اللي احنا حصل منظر مؤسف مستوى هزيل ومهين لقرة القدم المصرية وانا انا اتعلان وانا بقولي الكلام ده اللي حصل في بطولة القومة الأفريقية تحت عشرين سنة شفنا قد ايه وصل حالي الكرة المصرية من انهيار وراء انهيار فشل وراء فشل وكل ده من اتحاد الكرة المسؤول عن اللعبة ممكن انا قلتلكم قبل كده وانا مع عاكم الحلقات اللي فاتت قلهم قبل كده ايه قلتلكم ان اتحاد الكرة الحالي مش هيعمل حاجة وانا والله العظيم بفيه بشاكل بينه وبينها يحده كلهم اصدقاء وكلهم حبيبي وبتقابل بناء احضان وكلام ده كله انما لوحد شايف حاجة غلط لازم يقولها اللي حصل في تنظيم بطولة الأفريقية تحت 20 سنة للشباب ده ما يحصلش ولا يحصل هتقول لي احنا لا منظر ولا شكل ولا اداء ولا تكتيك ولا اي حاجة ده بدليل لانا بعد البطولة بعد البطولة لقيت فيه ناس بتقولك ان اللعيبة بتتكبر على المدير الفني تتكبر على المدير الفني اه يقولك بيشير منهم التلفنات ما تقول لا مش هنشيل التلفونات يطلع لعب لسه مطلعش من البيضة فيه لسه مبلعبش ويقول المدير الفني لو انا بش اساسي شلني من اللي لا ايه يا جماعة هو مين اللي بيختار مش فيه معايير بتختار على دوقها وفيه سيفي انك بتختار كل لعب او كل مدرب عشان خطر لمسة المنتخب مصر وهاللعب زي المدير الفني مدير الفني بتبع وصفاته اكتر لان ده بقليدر قائد انما اللي احنا شفناه في بطولة افريقيا افريقيا الامة افريقية تحت عشرين سنة حاجة ولا في الاحلام ولا في الاحلام وبعدين البطولة شغالة ويطلع رئيس الاتحاد ويطلع المدير الفني الاتحاد الدكتور محمد علي وبعدين يطلع وزارة الوزير ويطلع النازل كلها ويقولك بشي احنا اللي جبنا المدرب انتو بتغسلي قديكم ولا ايه ما انا بش فاهم مان مين اللي جابه انتو بتعمله ايه طب انا هلوكو على حاجة بتعارفين الفرقة ديت اكتر فرقة عملت اعداد والصرف عليها فلوس شفتوا اللي اتصرف ده فساد ولا بش فساد فساد طب كنتو فين وانتو البطولة يطلعك الحق البطولة مبارح لا ده البطولة معروفة وثابتة واحنا اللي منظمينها المصيبة السودة ان احنا اللي منظمينها فيطلع كل واحد يقولك ايه محمد علي يطلع بالتصريح ويجبهولكو دلوقتي يقولك ايه مش انا اللي اخترت المدرب ده اللي اختار المدرب ده اللجنة اللي كانت ماسج individuals بدل كده بقيادة احمد منجاهد بعد يطلع رئيس الاتحاد ويقولك مش احنا مش مسئوليتنا مش قول مسئوليت مين ويطلع الوزير يقولك عن حاسب المسئوليين مين بيحاسب مين يا سادة الوزير مين بيحاسب مين احنا بقى حال الرياضة المصرية دلوقتي بقى في الحضيد انا بقولي كلام ده وانا حزين وزعلان لأن الكرة هي مصدر السعادة مع احترام الجميع لألعاب التانية فيه ناس بتحقق بطولات بس محدش حاس بيها محدش حاس بيها كل البرامج اللي بتتكلم على الكرة اللي بيحللوا كرة بيتكلموا كرة كل من هب ودبي بيتكلم في الكرة فيه لجنة الإعلام المسؤولة عن البرامج الرياضية ان كل واحد بيطلع بيتكلم اللي هو عاوزه بيقوله ده بيشتي منه ده فيه صوت عالي بقى فيه إيه اللي تأدب على الشاشة يا جماعة الكلام ده ما ينفعش احنا إيه بقنا كده ليه الشعب مصري بقى كده دي مش كده مش نستمت بتاعتنا احنا سمتنا ان احنا ناس بالوقت صوتنا بنحترم الكبير والكبير بيحترم الصغير بحترم الناس اللي ماشية بالشارع عشان الناس تحترمني إنما الكلام ده إيه اللي وصلنا للحالة دي وخاصة على المجال الرياضي بقى الصوت العالي هو اللي موجود دلوقتي على الساحة ايه ده ايه ده وإحنا لما بنهتم بكورة القدم عشان الناس ده مصدر السعادة والله العزيز يقول لكم ده مصدر السعادة يطلع منتخب النشرين تحت عشرين سنة وبالمنظر ده احنا شوفنا ده ويطلع كل واحد يتبرق ويغسل ايديه من اللي حصل أنا أتركوا ماتحاد الكورة ده مالوش حل والله العزيزي ماليه حل ولو قاعد مرة واثنين وثلاثة باش هتشوفه أي بطولة على مستوى القرى الافريقية هتقول لي يا شيخ خليك متفائل بقى مرت ايه هتفائل للمنظر رح نشوفناه منتخب الشباب وضياع ضايع ضايع في كل حاجة وبنتغلب بندخل ثلاث مباريات بنتعدي المباراة بنتغلب مباريتين وما جبناش ولا هدف انتوا قضيتوا وبعد كده يطلع رئيس الاتحاد يقول لك ايه اصلحنا بعد الماتش بتاع السنغال بعد المتغلبنا اربعة الصورة بتاع الكاميرا جاب الصورة على المأسورة ولا واحد موجود الله يعني انتوا موجودين في السفريات موجودين في البطولات وافتتاحات والكلام ده وقاعدين جنب السيادة الوزير وبعد كده نبص في المأسورة بعد ما اقول التالي ده كله جري ايه ده انتوا فشلة والله العظيم انتوا فشلة وحرام عليكوا تحرقوا دم من الجمهور المصري والشعب المصري بصفه عامة لان دي حاجة من الحاجات اللي هي بقول لكم بتفرح الشعب المصري الكورة بطولة احنا المنظمينها نطلع لنبار التمهيدية نلعب تلاية مباريات بنحقق فيها نقطة واحدة ما جبناش ولا هدف وفي الآخر يطلع رئيس الاتحاد في آخر بعد المباراة اللي احنا غلبنا فيها من السنغال يقول لك ده فيه اجتماع بكرة مهم جدا ايه عام الاجتماع اللي مهم بكرة بقى قلنا مثلا هتستقيله ويبقوا رايحتوا الناس وانتوا قلتوا يعني خلاص عملنا كل اللي علينا افاجئ يقول لك احنا لسه هنعمل منتخبين تانين عشان ينفسهم ياخر حمونا بقى ياخر حمونا بقى حرام عليكم ودي مش اول مرة لو بص تعالوا بص على الاخفاقات اللي حصلت الفترة اللي فاتت بالنسبة لاتحاد الكورة ده يقول لك السلي جابوا الجهاز اللي قبل كده لما تيجي تبص على الاخفاقات بداية خسارة الامم الافريقية في الكاميرون خسارة كأس العرب في قطر خسارتنا في تصفيات كأس العالم في قطر اه اتغلبنا في تصفيات الافريقية من اسيوبيا شفت الفضايح من اسيوبيا اسيوبيا دي كنا بنقول decide امتى نكسب خمسة نكسب ستة نكسب اربعة ده كان اقل حاجة فلما بنخسر خسارة الامم الافريقية في الكاميرون واخسارت خساراتنا في المصول لكأس العالم وقصت خسارة منتخب في كأس العرب وبعدين خسارتي من اسيوبيا وبعدين ده كان في تصفيات الافريقية وبعد كده إخفاق خطاب الاتحاد الإفريقي عن النادي الأهلي فاكرين الخطاب ده؟ أنا دي حاجة بش هنساها بصراحة يعني الإخفاق دي أنا بش هنساها ليه؟ لإن إخفاق الجواب ده اللي خباه معروف طب السيادة الوزير طلع لك هنحاسب حسبتي مين؟ أنتوا مين عشانت؟ ومين بيحاسب مين؟ مين اللي هيحاسب اتحاد الكرة الحالي؟ فاكر الجواب لما أخبوه وراح على النادي الأهلي بطورة إنما ربنا هو الحق وهو العدل وبعد كده قد منتخب الشباب تحت عشرين سنة طب وفيه إيه تاني؟ فيه إيه تاني؟ تعالوا على كده كمان لكلكم لو تفتكروا كيدنبرج اللي هو رئيس اللجنة الفنية بتاعة الحكام فاكرين اللي عملوه معاه فاكرين اللي عملوه معاه وبعد كده تعيين إيهاب جلال في المباراة وإقالته في المباراة التانية يا نهر السود إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ هو ده اتحاد كرة فين الخريطة بتاعة تغلطت شغال عيه تور السنة؟ فين هو؟ أنا معرفش أنتوا شغالين إزاي؟ بس في السفريات وفي المنصات قاعدة الكرافات توقف وتصور وبتاعوا الكلام ده يا جماعة استقيلوا استقيلوا مرحمكم الله والله العظيم بقولها من كل قلبي الناس تعبت وقرفت وبعد كده أنا معرفش بصراحة اللي بيحصل ده فيه على اتحاد الكورة طب هو مين يبحاسب مين يا ستة الوزيط؟ بعدين هتيجي تقوله إيه أصل اللي بيش عايزين ندخل عشان اللجنة الولمبية الدولية طب ما إحنا ندخلنا قبل كده لما خسرنا رطوت لأومة أفريقية بتاعته الكبار هنا في مصر وطلعنا من أدورة التمهيدية مش اتحاد الكرة قدم استقالته ولا ما قدمش استقالته الناس دي تقدم استقالتها على طول لازم بيقى فيه قرارات حسيمة للكرة المصرية يا جماعة الخير استقيلوا من منصبكم حرام عليكم حرقة الدم بالجماهير والكرة المصرية وقبل ما اختم كلامي فأنا عندي تعليق بسيط قوي في الحتة دي أنا عندي كلام كتير قوي بس أنا بحاول أختار الكلام لأن كلنا محروق دمنا انتوا قضيتوا على تيم وفريق منتخب كامل وفيه صورة عندنا هنزلها لكم وهتشوفوها قدي إيه اللعيبة بعد الجولة التالت اللعيبة حطة إيديها على وشيها بره ويا قاعدة يا جماعة والله العظيم حرام حرام ويطلع رئيس الاتحاد يقول لك احنا هنعمل اجتماع اجتماع لأنه مفيش حد أصلا راح اتحاد الكرة من أعضاء مجلس الإدارة كله جيري بعدين يطلع يقول لك ايه أصلاحنا هنعمل منتخبين للشباب عشان ننافس بتبتحك على مين يا أساس جماد بتضحك على مين انتوا تلت تربعكم كلكم محدش مارس كرة فيها فمش هتحسوا بيها أنا معرفش يتوجيتوا زي بالانتخابات ما عرفش والله ويحط ربنا يا جماعة كرة القدم المصرية بقول لكم هي مصدر استعادة للشعب المصري ودي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنفرح بيها فما تخلوناش نزهق بقى خلص منفرحش على أي حاجة وبعد كده لقيت تصريح غريب قوي لفوسط الهيصة دي كلها من رئيس ربطة لأندي المحترفين أستاذ أحمد دياب أو النقب أحمد دياب خرج عندي التصريح كده أنا معرفش مغزا إيه وقال لك ده بعد مباراة الأسوان والنادي الأهلي في الدورة اللي عامت لعبة في الأسوان والأهلي كسر فيها قال لك احنا شفنا الجمهور ملتزم وبنفكر بنفكر إن احنا نزود الجمهور يا سلام نظرة ساقبة فعلا والله يا نظرة ساقبة انتو بتشوفوش الملاعب في الدول اللي حوالينا بتشوفوش الجمهور عاملة إزاي احنا خافين من إيه إذا كنتوا انتوا لجنة انتوا اللي عايز ربطة قبل كده في مباراة الإسماعيلي ومباراة الأهلي وأي مباراة تانية عندوك كاميرات والناس بتخش على تذكرتي بالبطاقة بتاعتها مش قادين تسيطروا على الكلام ده كله طول ما فيش جمهور انسوا اللي ما فيش رياضة وكل واحد عاوز يشتغل يشغل في دماغه يا جماعة إحنا بندير إدارة قرة القدم في مصر دي إقدارة فاسدة دي إقدارة فاسدة وفاشلة أنا يعني أنا باش عارف أقول إيه بقولكم أنا بحاول أختار الكلام والله العظيم عشان كده أنا بقول إيه هوابنا على الله في الكرة المصرية ترجمة نانسي قنقر